السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم في هذه الأتناء كل القنوات الإخبارية في ألمانيا وكل القنوات تتكلم عن ارتفاع الحالات الإصابات بكورونا في ألمانيا في هذه الأتناء جاءت الآن أخبار عاجلة تقول بأن هذا اليوم سجلت في مقاطعة شمال الرين فيستفالن أربعة عشر حالة جديدة في مقاطعة بادن ووتنبرغ سجلت هذا اليوم أربعة حالات جديدة وفي مقاطعة غايلاند فالس سجلت هذا اليوم حالة جديدة سأخبركم بالحالات التي الآن سجلت في مقاطعة شمال الرين فيستفالن أربعة عشر حالة سجلت هذا اليوم جديدة تنضاف إلى ستة حالات من يوم أمس بذلك يصل عدد الحالات في هذه المقاطعة هو عشرين حالة الحالات الأربعة عشر التي سجلت في مقاطعة نغذي كلها من لاند كخايز هاينس بيرغ لاند كخايز هاينس بيرغ في بلدة صغيرة اسمها جانجلت 13 حالة في جانجلت لكن قالوا أنه واحدة من هذه الأربعة عشر حالة لشخص تواجد في هاينس بيرغ لكن هو يعيش في أخن في مدينة أخن ارتفاع كبير الآن أصدقائي مقاطعة شمال الرين فيستفالن هي أكبر مقاطعة في ألمانيا من حيث عدد السكان أربع سكان ألمانيا يعيشون في هذه المقاطعة أربع حالات جديدة تسجل هذه الأثناء في مقاطعة بادنفوتنبرغ بذلك تصل عدد الحالات من يوم أمس إلى اليوم في مقاطعة بادنفوتنبرغ إلى تمانية حالات الأربع الحالات التي سجلت هذا اليوم في مدينة فخايبورغ مدينة فخايبورغ حالة واحدة في منطقة لاند كرايز بوبلينجن لاند كرايز بوبلينجن لاند كرايز بوبلينجن ملتسق تماما مع مدينة شتوتغارت أصدقائي لم يقولوا بأي مدينة لأنه لاند كرايز بوبلينجن فيه مدن متعددة من بين المدن اللي فيه هي بوبلينجن زيندلفينجن ليونبيرغ إلى آخره لم يقولوا المدينة التي سجل فيها قالوا فقط بمنطقة لاند كرايز بوبلينجن أيضا في منطقة اسمها لاند كرايز بغايسجاو هوخشفاتسفالد بغايسجاو هوخشفاتسفالد هي منطقة محادية لمدينة فخايبورغ على الحدود الفرنسية وأيضا سجلت هذا اليوم بمدينة كايزا سلاوتن حالة جديدة بمقاطعة غايلاند فالز يعني ارتفاع للحالات أصدقائي هذا اليوم تم أيضا الإعلان عن شفاء كل المرضى في مدينة مومشن لذلك أصدقائي خذوا حضركم اغسلوا أيديكم ليس بالضرورة إذا أصيب الشخص بأنه سوف يموت لا يعني الواحد لازم ينسى هذا الأمر من عنده مناعة قوية جسمه سوف يتفوق على هذا المرض هو بس فقط خطير لمن مناعته شيئا ما قليلا أيضا نصيحة مني إليكم إخوتي كنت نصحتكم بها قبل ثلاث أو أربع أيام كثير من الناس بدأت الآن أن تشتري بعض الماءونة يعني حاولوا أيضا أن تجيبوا معكم بعض الماءونة التي يمكن ستحتاجونها وتكفيكم لمدة أسبوع أسبوعين تشترون روز تشترون نودل تشترون معكرونة لكن اشتروا أيضا الأشياء الأخرى المعلبة التي يمكن الواحد أيضا أن تكون في المعلبات ومدتها طويلة اشتروا دقيق اشتروا سكر اشتروا أيضا فواكه جافة اشتروا أيضا معلبات سردين سمكتون الأشياء التي يمكن أيضا أن تأكلوها حتى لو لم تكن هناك نار إلى آخر وهذا الأمر يعني حطوها عندكم فقط لبك دون أن تخافوا لماذا سوف نشترمونا فقط اشتروا احتيات حطوها عندكم في البيت أصدقائي لأنه أنا أصلا بدأت ألاحظ بأنه ناس كثيرة بدأت تتوتر وتذهبوا إلى السوبر ماركت فقط اشتروا بعض الأشياء التي بسيطة تحتاجونها دون قلق لماذا ليس هناك لماذا فقط احتيات أصدقائي لأنه تعودنا أن أخبركم أن تحتاطوا والاحتيات واجب وأيضا الحكومة الألمانية دائما تنصح الناس بأن يكون عندهم احتيات من الأكل والشرب أصدقائي في البيت وأريدكم أيضا أن يكون عندكم احتيات من الأكل والشرب أصدقائي في البيت اشتروا أيضا الماء إن شاء الله ويكون الخير بإذن الله حول أن تقول مناعة قللوا من السلام باليد قللوا من الأحضان مع الأصدقاء خصوصا في هذه الفترة اغسلوا أيديكم أعمال معاقم أتمنى لكم السلام بإذن الله شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء